أنس أسامة مبارح وهو قدام الجميل الجميل نداهت له أنس أسامة بهتفات طبيعية وكانت في حفاوة بالغة في استقبال اللعب دي الصورة اللي قدام بعد ما وصل أنس إلى المدرجات الجمهور بدأ يهتف هتفات معادية لنادي الزمالك باعتبار أنه كان فيه خلاف ما بين الاتحاد والزمالك على أنس أسامة وحسمت في النهاية لانضمام أنس إلى نادي الزمالك في الحالات اللي زي دي دايماً بيكون الحل الأمثل هو أن تترك الجمهور الجمهور بقى بيغلط غلط وأنا أتمنى أن الجمهور يبقى فاهم أنه مش ده أبداً الطريقة اللي ممكن تدعم بها الفرق أو فرقك يعني وأن الشتايم دي ما بتجيبش أي نتيجة ممكن تؤدي إلى احتقان على الفاضي يعني لكن بالنسبة بقى للرياضي الحل السليم المثالي في اللحظة اللي زي دي هو أنك تقلب وشك وتمشي أو تشاور بأنه لأ وتبعد أنس سواء بقى جاية من أنه برضو كان فيه احتقان أو بسبب أنه ما خدش باله غير متأخر في الآخر تصرف خاطئ أنه فضل واقف وقت الهتافة الجماهيري اللي اتعامل من جمهور الاتحاد السكنداري ضد النادي الزمالك الاتحاد السكنداري نزل بيان بعدها على طول بيقول فيها أنه بيحترم العلاقة التاريخية ما بينه ما بين نادي الزمالك وأنه بيقدر جدا نادي الزمالك قالوا أنه العلاقات الطيبة والتاريخية تجمع الأندية الشعبية والجماهيرية نادي الاتحاد السكنداري برئاسة محمد مصلحي يؤكد دائما على عمق وقوة العلاقات التي تجمعه بشقيقه نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الذي طالما كانت له مواقف أكثر من رائعة مع زعيم الصغر جماهير الناديين تجمعهم روابط وثيقة واحترام متبادل وستظل دائما أعتقد أنه تصرف إيجابي جدا من مجلس دارة الاتحاد السكنداري بإصدار هذا البيان تعليقا على أحداث سابقة بقى على مستوى الصفقات دي مش أزمة بمناسبة لكن أبرزها قصة أنس أسامة واللي حصل مبارح من الجمهور كلمت أنس أسامة كلمت أنس أسامة النهاردة الظهر قلت له ليه ليه تبقى موجود في مشهد زي ده فيه علاقة بتجمعني بأنس أسامة جيدة يعني علاقة إعلامي بنجم كرة سلة لكن في الآخر برضو ممكن تكون أعلى شوية بالنظر اللي نحن التقينا فيه أكتر من مرة وأنا أحترمه جدا أنس أسامة أنا اللي بعتلت لهم ليه ليه تبقى وايا في مشهد زي ده حتى لو كان الجمهور هو اللي مخطئ اتصل بي أنس أسامة وقال لي أنا أصلا أرفض تماما أنه يبقى فيه تصرف زي ده قال أنا شايف أنه الصورة اللي ممكن الجمهور يدعم بيها فريقه ولعبته هي الهتافات فقط لصالح الفريق وأنا الدعم اللي محتاجه سواء بقى كان فيه خلاف حصل وقت التوقيع مع الزمالك أو ما بين الزمالك والاتحاد الدعم اللي أنا محتاجه هو أن الجمهور ده اللي عايز فريقه يكسب يدعم الفريق فأنا أصلا مش عجبني ده وأنا اتخذت فيها يعني وقال لي أنا هكتب على فكرة كمان شوية بوست عشان أظهر اعتراضي على ده لأن أنا شايف أن دير السالة مهمة جدا مش عشان حاجة ولا النازمة دايقة ولا حاجة أكتر ما أنه شايف أن دوري كلاعب ورياضي هو أن أنا أوصلها للناس أن أنا أظهر اعتراضي وأكون وصلتها مش بس لجمهور الزمالك بل لجمهور الاتحاد السكندري أيضا وعجبني جدا موقفه وانتظرت البيان أو القصة اللي هيكتبها ثم كتب أنس أسامة رسالة أراها إيجابية جدا فيما يبدو 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 اعتذارا يعني هو نزلها بالشكل ده والتفاصيل بقى أنا قالناها لحضراتكم أنه قال في أثناء استقبالي أمس من قبل جماهير نادي الاتحاد السكندري الكبيرة فجئت بهجوم من قلة من الشباب المندفع لجماهير نادي الاتحاد ضد نادي الزمالك مما أساء لمبادئ الروح الرياضية والقيم الإنسانية وهذا ما أرفضه تماما وأيضا رفضه مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في بيان رسمي أقدر نادي الزمالك وجمهوره أقدر تاريخه أعتز بفترتي معه ومع جمهوره ولا أقبل أن أكون سببا في الهجوم عليها ما حدث أمس يزيب من التعصب والاحتقان بين جماهير مصر العظيمة بمختلف ميولها وهو ما يجب أن نرفضه جميعا كلنا نمارس الرياضة لخدمة المنتخبات الوطنية لبلدنا والتنافس الشريف بين أنديتنا هو الهدف من ممارسة الرياضة فلا داعي أبدا للخروج عن الروح الرياضية الجميلة بيننا كل التقدير والاحترام لجميع الأندية المصرية وجماهيرها بمختلف ألوانها برافو أناس أنه ما كابرش يعني ووضح الصورة سواء الناس فضلت زعلانة أو مش زعلانة بس هو كان لازم كرياضي يقوم بدور زي دا أنه سواء عن قصد أو عن غير قصد كان جزء من الصورة المرفوضة دي والرياضي لازم يكون مبتعد تماما عن أي حاجات ممكن تساهم أو تزيد من الاحتقان ما بين أي مشجعين وأنا بأدعو حضراتكم كمشجعين ما تدخلوش في السكة دي عارف أن الناس هترد علي ما هو دا العادي والمناوشات دي الطبيعية ما بين الجماهير بس أنا بتمنى أن ما نوصلش أبدا لمرحلة من الاحتقان تؤدي إلى لقدر الله أي حاجة تزعلنا كلنا فإدعم هزر لكن تشتم تخرج عن النص والكلام دا بيدر لاحقا لو مش دلوقتي فبيدر لاحقا بسبب تراكمات بتتشال هحكي لكم حاجة حصلة في إندونيسيا أكيد عرفتوها في إندونيسيا النهاردة الصبح صحيحين على خبر مرعب مرعب في تفاصيله وهو عن مباراة كرة قدم في الدوري الاندونيسيا